بالك الأفضل للمنتخب الإلمشي مدير فني مصري ولا مدير فني أجنبي مدير فني في التوقيت الحالي مدير فني مصري نظراً لزروف الاتحاد المادية فأعتقد أن الأقرب هيكون مدير فني مصري والله يكون فعون المدير فني المصري اللي هيكون موجود لأن للأسف الشديد المنتخب 2001 ده اللي أنا كنت موجود معه أتشرفت بالعمل فيه مع كابتن ربيع سهيم من سنة بالزبط أو سنة ونص شدي كان فيه 12 العيب غير الأزمة كان فيه 12 أو 13 العيب بيشاركوا بالصفة أساسية في الدوري الممتاز من العناصر الأساسية بيشاركوا بالصفة مستمرة وحمد عيد بالزبط فلك أنت تخيل أن دلوقتي ما فيش غير إبراهيم عدل في بيرامدز محمود صبر يمكن أن تدعي شائرك في آخر مطشين بيرامدز محمود صبر بردو قوام الأساسي للمنتخب الأولمبي العربي بدر بيشارك مع فيوتشار بردو في فترة الأخيرة ابتدى يشارك زياد كمال لعب طبعا متمايز جدا في نص الملعب في نادي أمبي لعب واحد جدا بردو ابتدى يشارك يمكن يشارك في المباراة السابقة لعب 90 دقيقة كاملة زياد فرق في المصري بردو بيشارك دقائق أحمد عيد مش موجود خالص حسامة عبد مجيد لا يشارك مع الزمالك حلصة المرمى السيد عطيه ما بيشاركش حمزة علاء ما بيشاركش مع الأهلي زهير أيصر الأساسي من قوام الأساسي المنتخب الأولمبي محمد أشرف النادي الأهلي لا يشارك على الإطلاق أسامة فرصة اللي ابتدى يعني بيشارك في غير مركزه يعني خليباك أسامة بيلعبش في مركزه مع البنك الأهلي بيلعبه بيلعب جناح شوه آه بيلعب ناحية المين فدي هتبقى مشكلة كبيرة للمدير الفني القادم المنتخب ده أولا أنه يبقى محلي آه بالضبط يعني يعني وانا أتمنى زي ما كمان قال لنا مع الكلام ده مع كابتن ميدو في القصة المنتخب الأولمبي أتمنى أن الفترة اللي جاية لازم مش هتقدر تكبر عنديا أنها تلاعب لعيبة اللي هم لعيبة متخب الأولمبي أساسيين في التشكيل الأساسي لأن المغارات كلها بقت صعبة ومحدش هيصبر على نتائج ومحدش هيدي فرصة للعيبة الصغيرة أنها تكون موجودة بس أتمنى أن هم كمان يساعدوا نفسهم ويموتوا نفسهم أكتر في التدريبات عشان يقدروا يرجعوا ويكونوا موجودين ويكون المتخب العناصر اللي هتختار إن شاء الله في الفترة اللي جاية سهل لك حاجة يا أولينا عشان نبقى أمنة جيل مصطفى محمد وجيل أحمد فتوح اللي كيبقى في الزمالك وكريم العراقي رمضان صحيح رمضان صحيح كان ظاهر من بادري مع نوفمبر 2019 نوفمبر 2019 الملعب وبطولة تحت 20 سنة هذي نجماتهم أخذتهم تدخل الأندية تاخدهم وتلعب ويحطوهم أساسية أساسيين ففكرة أنه ممكن أن أجيب لعيبة ما بتلعبش لكنها كمنتخب أصنفرهم يعني فتلاقيهم بيلعبوا مع بس خبراك بيبقى هولك بس يبقى عمض الرغبة أنا فاهم بس مهم جدا يا شادي الأندية بتبتدي الموديد الفنيين والأجهزة الفنية بيبتدوا يتلفت نظرهم وبياخدوا بالهم من اللعيبة دي لما بيروحوا بيبقى في تجمعات المنتخب سواء الشباب أو الأولمبي بيشوفوا اللعيبة في موبرات ودية قوية بيبتدي بقى بيفكر أن اللعيب ده لما يرجع بيبني دور مع النادي فهو ده المطلوب يعني يا مسحل فأعتمنى أنه لما يبقى في تجمعات في الفيفا ديت للمنتخب الأولمبي الفترة اللي جاية وكان المفروض يختلف منتخب الأولمبي بدري عشان يبقى في شهر في نهاية مايو يبقى فيه معسكر حتى للتعارف يعني بعد المدير الفني وبعدين يلعب في شهر تسعة ما عرفش بطولة المبارات بتاعته هتبدأ أمتى فلازم يجهزين أو أول السنة الجاية إن شاء الله طيب بمعنى أن أنت عندك في الفيفا دي في شهر تسعة أو شهر 11 وفي العل تلعب أربع مبارات يعني يتمنى أربع مبارات